بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله معدنا مع المحاضرة رقم 40 من محاضرات السي شارب وربطها بقواعد البيانات ماي سيكول هنستكمل مع بعض الابليكيشن اللي احنا شغالين عليه وطبعا زي ما اتفقنا كل فترة بنحاول نعدل على الابليكيشن علشان نوصل به لأفضل صورة ممكن مش عايز حد يتدايق ابدا من اي تعادلات بالتم الكود اللي بتكتب مرة واثنين وثلاثة وعشرة الهدف منه نوصل لأفضل كود ممكن النهاردة شغلنا هيكون عامل ازاي هنعمل فوكس على الجزء بتاع update والجزء بتاع search by id هتقول لي طب ايه المشكلة هقولك المشكلة ان احنا اشتغلنا المحاضرة اللي فاتت على موضوع الاد وكنت بعمل اد لامبلويه متكامل كل بياناته بالاضافة للصورة طب لو حبيت اعمل update بعمل update على مرحلتين تعالى كده على الموظف اللي اسمه ماجد محمد هقول له اسمه ماجد احمد ماشي وساكن في سكندرين وبعدين التليفون بتاعه اهو كله اتنينات والجوب تايتل بتاعته مثلا اتنين تمام ببدأ ان انا اعدل في البيانات وسهوا مني رحت عملت ابلود لصورة حديثة بتاعته وليكن الصورة لابس فيها بدلة مع ان هو في الاصل ماجد محمد واسم ماجد احمد على فكر انا اعدلت اسمه هو اصلا الصورة بتاعته كان بداء زي ما انت شايف انا عايز احدث له اخلي الصورة دي بتاعته اللي هو لابس فيها بدلة هي الصورة الصح طب هاعمل ايه لازم اعمل حكتين اعمل update هنا واعمل update هنا طبعا الكلام ده مش كويس او بمعنى صح فيه الافضل منه فاقول له update الموظف هيقول لي تمام الدنيا شغالة تمام طب و بعدين لازم اروح اقف على الموظف تاني اهو واجيب الصورة لا بص اللي حصل الدنيا كده فيها مشكلة لازم اروح ازبط بقى الصورة وازبط له حاجات كتيرة فكده غلط لا كده في مشكلة لازم اعمل upload للصورة وقول له هات الصورة اللي فيها بدلة وقول له open وبعد كده اقول له update photo لا ماينفعش الكلام ما نعمل الكلام ده كله على مرحلة واحدة واخفي الصائل ايه الزرار ده او اخليه مش موجود اصلا طب هعمل الكلام ده ازاي خلاص بقى احنا بقينا فاهمين الزرار ده اخفيه ازاي او اقول له غير مفاعل هقول له عايز الخصائص بتاعته وقول له ال enable بتاعه يكون بايه بفولس هخلي ال enable بتاع الزرار ده ادور على ال enable ال enable بتاعه يكون بفولس يبقى انا مش هقدر اعمل update بقى من هنا ال update الوحيد اللي عندي هو هنا هعمل double click ونبدأ بقى نعدل في الكود ده عشان الكود ده بصراحة مش عاجبني طب احنا اتفقنا عليه اي كود مش عاجبك روح اعمل select كده عليه اعمل اه اسف minimize و maximize للكود واعلم عليه كله وقول له ان ده عبارة عن ايه عبارة عن comment ويلا بنا بقى نكتب كود جديد الكود الجديد ممكن برضو يتكتب في التراي والكاتش عادي جدا انت عايز تعمل كود جديد يعمل لك ايه الكود الجديد ده يروح يعمل لي برضو عملية update فاقول له ماشي الكود الجديد ده هو ده الطريقة الجديدة بتاعتي هشتغل داخل التراي وهقول له برضو عايز اعمل catch عادي جدا ونبدأ بقى نقول له ال catch ده exception ex والmessage بتاعتنا اللي تعودنا عليها messagebox.show ex.message الدنيا كده شغالها تمام وهنا بقى ابدأ اكتب الكود الجديد هقول له ده عبارة عن second way to update الطريقة التانية في عملية ال update وهبدأ اشتغل بيها بنفس النظام بس هختلف بقى في ايه هعمل update للصورة معايا هو ده المهم حلو اوي اول حاجة هروح اجيب الكود بتاع المرة اللي فاتت الكود بتاع ال insert اهو بتاع ال add وهاخده copy best بالتراي مش مشكلة ما احنا عملنا التراي هاخد بقى الجزء بتاع التراي ده اهو copy best قبل حتة الكاتش ديت هاخده كله اهو بالمنظر ده انت محتاج ال if لا مش محتاج ال if يبقى ياخد الجزء ده كله قبل ال else لحد هان هقول له copy ونروح بقى على الجزء بتاعنا بتاع update واقول له هنا داخل التراي روح يعمل لي best ونبدأ بقى نعدل في الكود هو الكويري ده عبارة عن كويري ايه ده عبارة عن كويري update يبقى قول له لا ما اسموش insert اسمه update update query وده ما بيعملش insert لا ده بيعمل عملية update update لجدول الموظفين set وطبعا هشيل الاقواس ونبدأ بقى نشتغل خلي ال imb id بيقوال برضو ال imb id او name لا name بس قبل منها علامة الات وبعدين نفس الكلام ال imb address بيقوال at ال imb address ونفس الكلام ال imb phone بيقوال علشان هبدأ اشتغل على البرامتر at الفون والjob title id او هتنسى الغلطة هنا بفورة هقول له بيساوي at وابدأ اعمل عملية الربط ما بين job title وال at job title id نفس الكلام بالنسبة للفوتو يبقى كده تمام يبقى انا زبطت حتى كمان القيم اللي انا هروح اعمل لها عملية update والدنيا كده شغالة تمام هشيل بقى الجزء بتاع ال value مالوش اي لازمة خالص بس لو انت سبت الكود كده هيروح يعمل update للجدول كله لا ما انا بقى فاهم بقى هقول له where where ايه انا بشتغل على ال id ال im underscore id بيقوال at im underscore id يبقى انا كده فاهم انا بعمل ايه لازم يكون ال id بيساوي ال id وطبعا ال id ده هربطه بالتكست بوكس يبقى انا كده فاهم الدنيا فيها ايه تمام والفوتو معايا اه ما انا هابدأ الفوتو خلي بالك im underscore photo اروح اجيب الجدول اهو im underscore photo يبقى name وaddress و phone و title و photo فعلا هتلايني جايب name وaddress و phone و title و photo تمام تمام ونبدأ بقى نشتغل اول حاجة هتعملها انا ببعت ال update query مش ببعت ال insert query يبقى كلمة insert دي غلط هقول له update query وكمان الميموري stream معايا وال save معايا كل الكلام ده موجود معايا تمام ادي الميموري و ادي البكتشر بتاعتي والري والدنيا كلها زي ما هي بالزبط بس هنا هعمل عملية update وهبدأ بقى اشتغل بقى صح هقول له خلي بالك دي انت عندك حاجة جديدة ايه هي ال id انت نسيه ضيفه حاضر ادي ال id هعمل له اضافة ال im underscore id هربطه مع ال text box بتاعه txt بتاع ال id حد الان الدنيا كده شغالة تمام يبقى انا ربطت ما بين ال id وال id وال name وال address وال phone وال title وال photo هي دي اللي كانت نقصانة في عملية ال update فاضل لي ايه كده الدنيا كده شغالة تمام هروح اعمل connection اخلص شغلي بعد لما اخلص شغلي في ال catch ممكن اقول له بقى في finally اروح اقفل اقول له هنا في finally اروح اقفل لي close connection اروح اعمل close لل connection وبعد لما اخلص عايز تعملي عايز اروح اعمل عملية refresh لل data بتاعتي بتاعة data grad عايز تعمل clear يعني ماشي حبيت تعمل clear هحط لك السطر بتاع clear مش عايز وشيله يبقى انا كده جاهز ان انا اعمل عملية update يلا بينا بقى نروح نجرب اللي احنا عايزينه هعمل ايه هقول له لو سمحت روح اعمل لي عملية update للموظف حاضر ادي الموظفين هم وعايز الموظف اللي اسمه ماجد احمد لا ده اسمه ماجد محمود ماشي ماجد محمود تمام وهو لابس بدلة لا اخليه بدأن ونضارة تماما انا بعدل بقى في كل حاجة ساكن في القاهرة والتليفون بتاعه كله تلاتات والجوب تايتل بتاعه جوب تايتل رقم اربعة يبقى انا بعدل في كل حاجة يهمني الصورة البيانات بقى دي خلاص ماجد محمود وكايرو وثلاتات والجوب تايتل بتاعه بربعة ركز بس في الكلام ده اقول له هنا بقى update لان هنا انا قفلتلك ده قفلتلك الفوتو update ما تقدرش تعمل حاجة هنا اعمل كليك ولا هيقول لك انت فينا قل له update in belway وقل له اول ما تقول له اوكي هتلاقي دي اصبحت بصورة مختلفة تماما هو ده اللي انا كنت عايزه فعلا فعلا كايرو والجوب تايتل بتاعه اربعة تليفونه كله تلاتات وهو اسمه ماجد محمود والصورة كمان اتعدلت الحمد لله اللي نجحنا فيه هنا نروح ننجح فيه في الجزء بتاع مين هقول له try واخد الكود بتاع الساكندوي كله اهو انا ممكن اعلم عليه كده واخد الكود بتاع الساكندوي كله الاعلامة دي بتسهل يعني بتسهل الامر من اول الساكندوي تو update واروح على مين على جدوى اليوزرز اللي بنعمله هنا لازم نعمله في جدوى اليوزرز ساقول له عايز جدوى اليوزرز سيليوشن وجدوى اليوزرز وزبط لي بقى الموضوع بتاع الاوب ديت الاول في اللي ده خلاص هقول له الانيبل بتاعه الانيبل بتاعه هيكون بفولس فين الانيبل حرف ال اي ادي الانيبل بفولس وابدأ بقى في اي حتة كده لا اروح على الابديد اي حتة اي الابديد وهو ده الكود اه ده الكود القديم وده اللي بعد منه وكمان ده روح اعمله كومنت يعني ده كده اقول له ده مثلا ال second way ده second way second way to update احنا اتفقنا مش عايزين نمسح حاجة هعلم على ده وقول له ده خلي كومنت وبعدين هقف بقى هنا بعد لما تخلص انت خلاص خلصت اه روح اعمل لي بقى الايه السير دوي ده اسمه السير دوي انا عملت بس كوبي بيست يبقى ده بدل سكن دوي هيبقى سير دوي وابديد عندك بقى طرق كتيرة نقي منها اللي انت عايزه انا بروح اعمل ابديد لمين للجادول اليوزرز وعندي بقى البيانات مختلفة يعني هاجي همسح كل دول لحد جملة where ليه لاني عندي البيانات في الحقيقة مختلف اقدر اروح اجيبها من فوق اه اهو سيت اليوزر ال اي دي تمام اجيب بقى كل الكلام ده من فوق قبل جملة where ونبدأ طبعا نعدل فيه ادي الجزء بتاع سيت ونبدأ بقى نعدل فيه عايز اقول له اليوزر نيم بيساوي اليوزر نيم امسح كل ده ويكتب بداله يوزر نيم والباسورد بيساوي الباسورد انا بس عشان بدل مكتب اخدت كوبي بيست لكن الافضل طبعا انك انت تكتب علشان بس ما تعملش مشكلة والادرس بيساوي الادرس والفون بيساوي الفون لحد الكومة تمام والجروب اي دي بيساوي الجروب اي دي لحد مين لحد وير وير هنا ان هنا عندي مين عندي اليوزر اي دي اهو اليوزر اي دي يساوي اليوزر اي دي اروح على structure اليوزر اي دي يساوي اليوزر اي دي اليوزر اي دي يساوي اليوزر اي دي طبعا في حد بيقول انت ناسي حاجة تمام صح كده يوزر نيم بيساوي اليوزر نيم ويعمل لي الات باسورد بيساوي ات الادرس نفس الكلام الفون نفس الكلام الجروب اي دي نفس الكلام في حد بيقول انت ناسي حاجة كمان اللي انت اصلا جاي عشان هالفوتو الله ينور عليك عايز اليوزر اي مج يبقى اعمل كومة واقول له كمان اليوزر اي مج يساوي اليوزر اي مج وهو هتنسى علامة الات وهنرجع عليهم كلهم حالا لان ده اهم جزء عندي في الشغل بتاعي هقول له هناك لو زبطت الجزء بتاع الكويري صح انت هتشتغل صح ودي ما اسمهاش update لا اسمها update انا شغلها الupdate ماشي طيب تمام يبقى update users set اليوزر نيم بيساوي اليوزر نيم والباسورد الباسورد ادرس ادرس فون فون جروب اي دي تمام يوزر ايمدج تمام وير اليوزر اي دي بيساوي اليوزر اي دي طبعا نعمل تاست الكود بتاعنا عندي الاختلاف في الصورة اسمها باك يوزر تمام وانا برضو back user باكتب اول حرف وcontrol مع المسطرة الدنيا كده شغالة تمام بس طبعا هنا الحاجات دي مختلفة ده اسمها username اهو واللي ورا اسمه ايه اسمه باسورد وبعد الباسورد عندي ادرس امسح ده واكتب ادرس وبعد الادرس عندي فون عندي فون وبعد الفون عندي جروب اي دي جروب اي دي وبعد الجروب اي دي عندي اليوزر اميج صحي كده يوزر اميج هقول له يوزر اميج لازم اجيبها كوبي بيست الغلطة هنا زي ما اتفقنا الغلطة بتعمل لي قلق تم مشكلة اليوزر اميج ومحدش ينسى كمان الجزء بتاع اليوزر اي دي هعمله حالا دي يوزر اميج نرجع عليهم يوزر نيم باسورد ادرس فون جروب اي دي يوزر اميج اوعى كمان تنسى لي اول واحدة التعديل مهم يا جماعة انا هنا شغال على اليوزر اي دي شغال على اليوزر اي دي كده تمام فاضلي بقى ايه فاضلي ان انا اعدل بقى الشغل بتاع التاكست بوكسز تي اكستي بتاع الاي دي لأ بص غلطة غلطة عملت حاجة غلط تي اكستي بتاع الاي دي مش الجروب اي دي اهو بعد كده النام بعد كده الباسورد بعد كده الادرس بعد كده الفون بعد الفون عندي الجروب اي دي بعد كده عندي الامج ما فيهاش اي تعديل كده الدنيا كده شغالة تمام كل حاجة زي ما هي انا بس جبت الكود كوبي بيست وعدلت بناء على الجدول وين ده اللي انت هتعمله في اي جدول بعد كده خلاص بعت لمس تكررين على ده ده هنا ما عنديش حاجة اسمها رفرش لكن عندي حاجة اسمها فل بروحة فل اعمل فلنج لمين للداتا جرد وبروحة كلير هقول له كلير وابدأ اعمل كنترول مع الانتر اي دي الكلير بتاعتي الاسماء مختلفة مش هافر عايز انت تسمي اسماء مختلفة براحتك كده الدنيا كده شغالة تمام اروح بقى على اليوزرز وقول له عايز اعمل ستارت وابدأ ان انا اشتغل هقول له فيو وعايز اليوزرز وابدأ ان انا اشتغل عايز ابدأ الصورة مستحيل مفيش خلاص مش موجودة مقفولة الا بقى لو العميل طلبها وقال لك ان انا عايز اعمل زرار يعمل update للصورة فقط دي كصة تانية ماشي اروح افعله الزرار ده عايز تخليه الفيزبل بتاعه بفولس ما يظهرش اصلا مفيش ايه مشكلة خالص طيب انا عايز اعدل عاصم عاصم محمد لا اسمه عاصم محمود او اسمه عاصم احمد والباسورد بتاعته ثلاث خمسات وهو التليفون بتاعه سبعات شيفر والجروب ايدي بتاعه بزيره والصورة بتاعته مفيش دقن وشنب صورته لابس بدلة لابس بدلة كده انا زبطت كل الدنيا لازم كمان الصورة تعمل لها update هقول له update user هيطلع لي واحد لابس بدلة اسمه عاصم هو ده فعلا اسمه عاصم احمد ثلاث خمسات سبعات هنا بزيره الصورة الدنيا شغالة تمام يبقى انا كده الحمد لله عملت الجزء اللي انا عايزه طيب كده الدنيا كده شغالة تمام في حاجة كمان كنا عايزين نتكلم عنها من الحاجات المهمة قوي لو انت بتجرب البرنامج وبتعمله تاست اكيد هتقابلك بعض المشاكل فاكرين المشكلة بتاعت السيرش باي اي دي احنا رجعنا في كلامنا وقلنا لا موضوع النافجيشن عامل لي مشكلة علشان كنت بروح لو تفتكر هقول له start وروح اشغل البرنامج وقول له عايز ايه الموظفين لما كنت بعمل سيرش باي اي دي بقول له عايز اليوزر رقم 6 كان المفروض يجيب لي عادل لو انتو فاكرين من المحاضرة اللي قبل اللي فاتت تقريبا بدل ما يجيب لي عادل يعتبر لي ده زيرو وده واحد وده اثنين وده تلاتة وينزل يجيب لي رقم مش عارف اتناشر والرقم كام لا وحلينا المشكلة دي يا جماعة احنا فعلا قلت له عايز رقم 6 سيرش باي اي دي هيجيب لك مين عادل فعلا اهو عادل اللي ساكن اهو في اسكندرية اللي تليفونه اهو اللي الجوب تايتل بتاعه بخمسة طب ما انت حلت المشكلة لا ما حلتهاش ركز معايا انا عايز عادل هل دي صورته لا جاب لك صورة واحد تاني خالص اه ما احنا ما كملناش الكود الكود كان عبارة عن كود بيجيب لك الداتا هنا فقط وملوش ضعب الصورة لكن الكود بتاع النافجيشن كان في ميزة حلوة كان بيجيب لك الصورة بس للأسف كان بيجيب لك واحد تاني خالص تقول له رقم ستة يجيب لك حسين ليه عم انا عايز عادل اه هو ده عادل انا عايز بقى الحركة اللي انا عملتها دي لما روح اعمل سيرش باي اي دي يجيب لي كمان الصورة اروح بقى بص كده على الكود ان عندي حاجة غلط تماما ايه هي ان انا لما اجي كده وقول له عايز سيرش باي اي دي وروح ابص كده بيجيب لي كل البيانات لكن تعالى كده هل فيه اي حاجة لها علاقة بالصورة ابدا يبقى الكود ده معلش عذرني الكود ده كمان هروح اخليه كومنت ونبدأ نشتغل عليه هقول له خلي ده كومنت ونبدأ بقى نشتغل على اناثر وي تو سيرش باي اي دي ماشي اناثر وي تو سيرش باي اي دي اللي هي الطريقة التانية سكند وي تو سيرش باي اي دي طبعا اللي احنا بنعمله ده غرض والتعلم نحب نتعلم لكن بعد لما تخلص الابليكيشن بتاعك وتزبط الدنيا تمام وانت مش عايز تدي الكود ده للعميل شيل الكومنتات دي كلها انت حر الكود ده انت ما استخدمته شيله طالما انت اللي كاتبه بايديك وانت عارف هو بيعمل ايه او موجود عندك الديكومنتيشن بتاعته وهو ده الكلام المهم اللي عايز اقوله لازم اي كود تكتبه يا جماعة لازم يكون عندك الديكومنتيشن بتاعته وعارف ايه مين بيعمل ايه لانه قبل كده عملت الابليكيشن لشركة وللأسف نسيت الابليكيشن ده كان بيعمل ايه اصلا فلما طلبوا بعض التحديثات رفضت ما قدرتش اكمل معاهم واعتذرت لهم بسبب ظروف طبعا وقتلهم ان فيه ظروف لكن انا فعلا ما كنتش قادر اكمل الابليكيشن نسيت كل حاجة فيه نسيت اعمل ديكومنتيشن فلازم تعمل ديكومنتيشن لشغلك ده مهم جدا طب نرجع بقى الموضوع انت عايز تترشبه ايدي وتجيب لي الصورة ده طلبي اه يبقى احنا تركزنا النهاردة على موضوع الصورة مهم جدا هقول له عايزك تروح تعمل لي سترينج السترينج ده عبارة عن select select query والselect ده روح اكتاب لي في الجملة بتاعة select لاني هجيب المرات دي كل البيانات ماشي يبقى select all from الجدول اللي انا فيه اسمه جدول الامبلويز تمام بس بشرط هاتلي الشرط يكون الامب underscore id بيساوي البرامتر بتاع الامب underscore id ده مهم جدا يبقى انا هشتغل بالبرامتر بس هجيب كل البيانات بما فيها الصورة وهعرضها معايا داخل البيكتشار بوكس حلو قوي يبقى select query بقول له select all from امبلويز where الامب اي دي بي اكوال الامب اي دي حلو قوي تمام وبعدين عايز اقول له خلي بالك روح بقى ازبط لي موضوع البرامتر موضوع البرامتر بس قبل ما ازبط موضوع البرامتر اقول له cmd dot cmd بيساوي asf new mysql command واروح ابعت معايا select query هقول له ادي select query واقعها هتنسى الكون ماشي خلاص بقى الكلام ده عملناه عشرات المرات وبعدين اروح ازبط لي موضوع البرامتر cmd dot parameters dot add وابدأ ازبط موضوع البرامتر اول حاجة عندي بديله الحاجة اللي انا هربط بيها اللي هي at emb underscore id تمام وبعدين بديله النوع او عدتكون نسيت mysql data base type هقول له dot وده عبارة عن var char عادي var char تمام ده كده تمام حطيلي الكلام ده الكلام ده هتحط في ايه اللي هيجيلك من مربع النص مربع النص اسمه ايه اسمه txt emb id dot text يبقى اللي هيجيلك من مربع النص اللي هيجيلك من مربع النص اللي اسمه txt emb id dot text طبعا هنا ناسي حتة value dot value حطهولي في القيمة بتاعة البرامتر ده اللي هو اسمه emb id underscore id وبعدين ابدأ بقى اشتغل بالادابتر وابدأ اشتغل بعملية data table الحاجات اللي احنا عارفينها b equal new mysql data adapter وبعط له cmd وبعدين خلصت data adapter روح شغالي data table بيساوي mysql data table data اسمه data table على طول تمام وبعدين روح قل له data adapter عايز اعمل له عملية filling بال هملة data table من خلال data adapter طبعا هنا بقول له new data table خلاص خلصت عملية الفيلينج ومالية البيانات بتاعتك والدنيا شغالها تمام ممكن يكون اصلا ال data table مفوش حاجة اه يبقى اقول له ايف ال data table dot rose dot count روح عد لو كان ال count اقل من لو كان ال count اقل من او يساوي الزيرو طبعا هو مستحيل يكون بقيام نيجاتف بس خليه اقل من الزيرو يعني او بيساوي الزيرو يعني مفوش بيانات يروح طلع مستج وقول له خلي بالك مستج بوكس dot show وقول له خلي بالك مفيش اي بيانات خالص لان ال data table فاضية يبقى زرز نو تيبل او اقول له اي حاجة نوت او no data found مفيش بيانات طب وبعدين else بقى ابدأ ان انا اجيب البيانات دايت واعرضها في مربع النص والبكتشر بوكس يبقى عملت select بعدت الجملة مع ال command بتاعي ربطت بموضوع ال parameters بتاعتي روحت عملت له عملية ربط ما بينها ما بين ال text box اللي بشتغل به في جملة where هي دي بس الحاجة المفقودة بالنسبة لي اهي عوضت بيها في الجملة دي روحت اشتغلت بال data adapter وبعدت له cmd روحت زبطت data table وعملت عملية failing ل data table من خلال data adapter روحت عديت لو كان العد بزيرو او بقيم سالبة طبعا اكيد يكون بزيرو فقط يعني مفيش data else بقى هنا في data طالما هنا في data data تمام data found روح بقى هنا اشتغل وابدأ اعرض لي الشغل بتاعك هاعرض لك الشغل بتاعي في مربعات النص اللي انت عارفها txt.text اعرض لي فيها data table dot rows off وعايز العمود اللي انت هتلاقي عايز الكولم من اللي انت هتلاقيه مفيش غيره هو كولم من واحد اللي هو الانديكس بتاعه زيرو واول عمود يقارده هنا بعد لما تحولوا السترينج اخدنا الكلام ده اكتر من مرة واحنا بنعمل موضوع النافجيشن يبقى احنا كده وكأننا بنبدأ ناخد كود النافجيشن ونعدل عليه ونحط عليه موضوع الصورة احنا رجعنا في كلامنا لا بس عملنا شوية تحسينات يعني موضوع النافجيشن كان فيه نفس الكود ده تقريبا يا جامعة بس اشتغلت بقى هنا بالبرامتر وزبطت حاجات يعني جديدة بناخد من اكواد ونبدأ نشتغل بيها لحد لما يطلع الكود المناسب والافضل هنا واحد العمود الثاني العمود التالت العمود الرابع وهكذا اربعة وكده لحد الاين كده تمام وخمسة كمان تمام اول حاجة هنا ده تي ايكستي بتاع النام بعد النام عندي الادرس تي ايكستي بتاع الادرس بعد كده تيكستي بتاع الفون راح فين الفون اهو بعد كده تيكستي بتاع الجوب تايت كده الحد الان تمام ده بقى مش تيكستي رقم خمسة ده سيبه كده على جنب ده بتاع الصورة هنزبطه حالا طيب ده كده تمام زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة فيش اي مشكلة خالص طيب انت عايز تعمل ايه بقى عايز بقى ابدأ ازبط موضوع الصورة ده مش هيكون تيكستي خالص ده هيكون عبارة عن ايه ده هيكون عبارة عن الري بايت وفي الري اسمها امج خدنا الكلام ده اكتر من مرة هياخد خمسة اه هياخد خمسة بس مش هحولها لسترينج صحي كده مش هحولها لسترينج وهو عتنسى انك انت تتحولها لبيت يعني هاجي كده اروح اعمل عملية كاستنج هقول له اعمل كاستنج لأري اوف بايت كده ده الجزء بتاع الصورة وبعدين ما تنساش انك انت هتشتغل بالميموري ستريم بالميموري ستريم اه ام اس بي اكوال نيو ميموري ستريم وبعدين طبعا بياخد الامج بعد كده اروح اشتغل على البيكتشر ام بضط امج بيساوي الامج الموجودة في الستريم image dot from from stream وحدد لي فين الستريم بتاعك اللي هو ام اسم حلوة هو ده الجزء اللي احنا كنا بنفوكس عليه النهارة في المحاضرة بتاعتنا يبقى انا باعرض كل البيانات الاي دي والنام والادرس والفون والجوب تايتل عادي جدا الجزء ده كوبي بست من الكود بتاع النافجيشن يا جماعة هقول له كنترول اف وقتل النافجيشن اهو ده كود النافجيشن بس كان بيشتغل على اندكس فكان بيجيب لك الاندكس غلط الستة بيجيبها لك اتناشر واربعتاشر عشان كده كان شغال بالاندكس فكان لازم نبدأ نشتغل بنفس الطريقة اهو بص نفس الطريقة تقريبا اهو حتى نفس الكود اهو بس روحنا عملنا عملية بايندين وربطنا وبدل ما هو بيروح يجيب لك كل البيانات وخلاص لك بيجيب لك كل البيانات بناء على ال اي دي هو ده اللي احنا عملناه فعلا تعال كده سيرشو با اي دي ونبدأ نبص الاختلاف في الجملة دي عملت معي فرق كبير جدا وكان لازم اروح اعمل لها عملية بايندينج اعملية اسف ربط بالبرامترز يبقى انا كده شغال كده تمام ابدأ بقى ان انا ازبط بقى ال ال ستارت واروح اجرب لازم وانا بسيرش لازم تطلع للصورة وإلا بما استفادش حاجة من محاضرة النهاردة هقول له manage in blue وعايز عادل اللي هو رقم ستة عادل اهو لابسنا الضارة وبدأ نوش انا بقى اقول له سيرش باقي دي يجيب لي عادل ما يجيب ليش حد تاني بصورة تانية طب تمام تعال كده نروح نجيب رقم ستاشر رقم ستاشر دي مين جهان رقم ستاشر هيجيب لك صورة بنت وساكنة في القاهرة سيرش اهي الحمد لله جاب لك ستاشر جهان وقادي رقمها الدنيا كده شغالة تمام اللي انت عملته في مع الموظفين تعمله مع اليوزرز يبقى هاجي كده بهااخد الكود ده كده بتاع الساكند وي اهو هو ده الكود بس طبعا في حد بيقول لي ما تكتبه داخل تراي وكاتش حاضر لو حبيت تكتبه داخل تراي وكاتش ما فيش ايه مشكلة خالص نبدأ نكتبه داخل تراي وكاتش هقول له كت كده ونبدأ نكتبه داخل تراي وكاتش علشان لو حصل المشكلة هقول له كاتش وقادي الكود بتاعي ولو حصلت مشكلة احنا بقى خلاص بقينا محترفين تقدر بقى اتعدل اي حاجة انت عايزها بنفسك هقول له بوكس دوت شو وروح طلع لي الاي اكس دوت مسج اخد بقى الكود بقى ده اللي انا تعبت فيه بتاع التراي ده بالسطر بتاع الكومنت بتاعه وروح على مين على جدول اليوزرز اسيف بس الاول وروح اجرب تاني لحسن تكون التراي وكاتش عملتلي مشكلة لازم نتست كل شوي وعايز اروح اسيرش على رقم على مونة رقم عشرين ماشي هطلع لي سورة بنت اقول له سيرش طلع لي سورة بنت وادي بياناتها فعلا كارن البيانات هتلاقي البيانات واحدة تماما تماما جدا اروح بقى على مين على اليوزرز ازبط الجزء بتاع اليوزرز اد اليوزرز سيرش باي اي دي ماشي الكود القديم ده الفرستوي ماشي يا سيدي اد الفرستوي فرستوي مش عايزها اعلم على دول واقول له ده كل ده عبارة عن كومنت عطاله كده وتعالى بقى نروح نكتب الجزء بتاعنا الشغل بتاعنا اهو كنترول ما وحرف الفي ونبدأ بقى نعد البناء على الشغل بتاعنا ليقول لك انا select all from جدول اليوزرز وير اليوزر اي دي بيساوي اليوزر اي دي وابدأ بقى ازبط كده تمام ده عبارة عن تي اكستي بتاع اليوزر اي دي وده عبارة عن اليوزر اي دي وده تمام مفوش اي حاجة خالص الدنيا كده تمام ازبط بس موضوع التي اكستي بتاعت اليوزر اي دي والتي اكستي بتاعت النيم اليوزر اي دي والباسورد والادرس والفون ومعي واحدة كمان الجروب اي دي فهو هتكون نسيتها هقول له هنا الجروب اي دي كده الدنيا تمام بس ده رقم اربعة وده رقم خمسة وده رقم ستة اوعى تنسى الحاجات دي مهمة وده ما اسمهاش بتاعت اليوزرز او اليوزر كده خلاص خلصت اه خلاص خلصت الموضوع سهل جدا طالما كتبت الكود مرة واحدة تقدر بقى تشتغل بي اكتر من مرة كده الدنيا كده شغالة تمام اروح سيرش باي اي دي هقول له ستارت لازم وان بسيرش على اليوزرز ودي ما كانتش موجودة معنا لازم يجيب لك الصورة هقول له مانجي اليوزرز وعايز اروح اشتغل على مين عايز اشتغل على ماجد ماجد رقم خمسة وماجد لابست نضارة بس مش مالوش ولا شنب ولا دقم هقول له سيرش قال لي اه انت قصدك على ماجد اهو وادي صورت وادي الدنيا تمام تمام اعتقد كده الدنيا شغالة تمام عايز ابلود صورة لماجد بشكل مختلف لابس بدلة ماشي هابلود للصورة ديت اهو وقول له اوكي عايز تعدل في تاني اسمه ماجد احمد ماجد احمد ساكن في كيرو وقول له روح اعمل update تخيل بقى معي اللي يحصل هقول له update تفرج بقى على ماجد اهو ماجد اهو لابس فعلا بدلة والدنيا كده شغالة تمام هو ده ماجد اللي انا كنت ايه بزبط له الشغل بتاعه طيب كده احنا تمام نروح بقى على الجدول التالت نبص عليه بصة احنا زبطنا دول هل هنا عندي اي حاجة رلاتت بالصورة لا السيرش هنا شغال تمام ما عنديش صور للايه لالوظائف فيش حاجة اسمها الصورة للوظيفة هقول له مثلا خمسة اقول له عايز ما عنديش هنا سيرش باي اي دي على فكرة لان الوظيفة ما تبقاش كتيرة جدا عايز تعملها ما فيش اي مشاكل خالص ممكن نعمل زرار سيرش باي اي دي فيش اي مشكلة خالص عايزين نعمل الزرار ده سهلة فوش اي حاجة بس مش محتاجه هنا اقدر ان انا اقس الليكت عادي ويجيبي الايه الوظيفة زي ما انا عايز واقدر اعمل الجزء بتاع السيرش فوق الموضوع سهل جدا وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته